عم بيكون في حظ عم بيكون في مال يمكن كار ما عم تتحقق كرت جدا رائع يعني هدا اروع كرت ممكن يطلع لك خلينا نشوف على شو نختار ورق لانه كنتو حابين انه او في حدا بعتلي انه غيري الورق او حاولي انه تستعملي الورق تاني ما بعرف ليش انا كنت استعمل هداك الورق عشان انتو تكونوا معاي الصورة عشان يعني تفهموا معاي لانه خلص تعودنا على هداك الورق القراءات الخاصة بستعمل الورق تاني اللي يعني بيكون صعب انكم تتواصلوا معاي فيه ايه خلينا نشوف ازا لبرج الحوت ايش نخبي لك يا برج الحوت الطيب برج الحوت بيضله يعني يفكر بعقله بعقله بالاخير ياخد القرار بقلبه هو عنده اتنين شغالين بس ما بعرف هو هو شخص كتير رومانسي طبعا بنت الحوت مختلفة عن شب الحوت تقريبا عم بيكون كل الابراج البنت عم تختلف عن الشب في رأيي انا الجوزاء هو الوحيد اللي الجوزاء بنت وشب نفس الصفات فممكن يكونوا مناسبين لبعض اه ما بعدين بنشوف شوي على عاطفة برج الحوت عم بتكون طيب زيادة هاي الفترة عم بتحاول توازن ما بين الروح ما بين الثلاثي يعني ما بين الثالوس بيقولولولا اللي هو بين الروح والجسم والشوفو هون هون مبين يا برج الحوت انك عم تلعب مثل لعبة مع ناس عم يلعبوا اساسا معاك مثل عم تاخدهم على قد عائلهم عم تحاول تمسك عليهم ممسك هم نفس اللعبة عم يلعبوا معاك انا بحكي على بشكل عام يعني انتو بتعرفوا السيناريو اللي بناسبكم ولكن انت داخل في لعبة انت كأنه ساعة بتنتصر ساعة بتخسر والطرف الثاني نفس الشي ولكن انا شايفة اكتر نصر عندك انت يعني في النهاية انت اللي رح تنتصر يعني هاي اللعبة ما رح تدون طويلة شعارفوا شو هاي اللعبة انت اللي بتعرف قصتها بس شايفة هون انه من شايفة انه في عائق قدام موضوع انت بالذكية بدك تحققه اكتر اشي ممكن يكون عملي او يعني له علاقة في المال والعمل موضوع ممكن تسافر له مبين في عندك يعني اكتر يعني البعض خلينا نقول في عندهم سفر على عمل او سفريات اللي هي رايح جاي على عمل في كمان بيقولك انه ممكن تلتقي بشريك حياتك للي ما عندهم شريك حياة في واحدة من هدول السفرات لكن في عائق قدامكم قدامك انت يعني مش في العلاقة لا انا شايفة العلاقة ماشي منيح بالنسبة للعزاب انا بحكي ما بحكي للفئات الثانية العزاب طبعا هم الغير متزوجين او مطلقين او ارامل اه فشايفة انه هذا العائق رايح مش يعني مش ضايل هذا العائق اه كمان هون طلع عنا ممكن يكون طرف ثالث ما بعرف بس انه هذا العائق رح ينشال وانت رح تكمل طريقك وطريقك طويلة ولكن ممتعة يعني كأنك انت بتحب الاشي اللي بتعمله كعمل بتحب الاشي اللي بتعمله ما عم تشتغل اشي غصبا عنك يا حوت عم تعمل الاشي اللي انت او بتسعى للاشي اللي انت بتحبه في ولادة يعني في ناس عندهم اساسا ولادة هذا الشهر او حمل حتى اه وفي منهم لأ بداية جديدة لمشروع بداية لشغل انتقال من عمل لعمل انتقال من مسكن لمسكن فرح يتحق بهذا الموضوع توازن زي اللي اشي كان ناقصك وخلص بطل ناقصك او وصلك شي كنت استناء وصلك شايفي هون قلتلكم هون في موضوع عم بيكون في عائق فعم بشوفك انت والشريك مهما كان الشريك يعني عم بتحاولوا تبعدوا او تطلقوا طاقة الطاقات السلبية اللي كانت حواليكم عم بتكونوا يعني انضاف مع بعض مش ان انضاف يعني عم بتكونوا على على ثقة كل واحد على ثقة بالتاني بالمستقبل عم بشوف هون بيت يعني صح مكركب شوي بس كمان مش بس بيت هون ممكن يكون تفسيره الكرت شوف انت عايش بين عالمين ممكن تكون عايش بين عالمين عالم وهمي خيالي طبعا احنا بنعرف انه كمان برج الحوت حالم يعني كتير بيحب التخيل كتير بيحب وبتزبط معاه يعني احيانا اللي بتخيله بيصير حقيقة عن جد فكتير حالم كتير يعني بيحب الحياة الابيض والاسود بيحب ايام زمان بيحب الاغاني القديمة مثلا عنده صور هيك وردية لكل شي في مخ عنده دايما نظرة معينة خلينا نقول مش وهم يعني بتشبه الواهم او كذا وفي عنده الواقع اللي هو عايشه فعم بعيش دائما بين عالمين شوفو هنا عم بيكون في عنده عالمين في حياته لكن بشوفه هون عم هدول كتير مرتبطين في بعض عم بيكون عنده توازن كبير بيحكي لك هون الرغبة الحكمة والعائل هدول التلات اللي هم رح يكونوا يسببوا لك النجاح بالفترة الجاي او يسببوا لك النجاح ممكن حلو النجاح والنجاح على نفس المهم في هذا الكرت انا بشوفك كتير يعني بشوف فيه ناس كتير عم بتكمل دراستها من برج الحوت عم يمكن بتدور منحها كله ماشي على النجاح انا حاسه من الورقة بيّن انه انت فعلا عم تبدو الجهد كبير في هذا الموضوع ورح تلاقي نتيجة حلوة اذا هذا كان بشكل عام خلينا نشوف نلقي نزراع العاطفة مش عارفة شو نستعمل بالعاطفة نفس الورق هذا اللي استعملنا طيب بالعاطفة برج الحوت شو ممكن يبين معانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حلو ستة سبعة ثمانية في بتيسير بامورك حبيبي برج الحوت بعدين ثمانية ثمانية في تطور روحاني عندك وعلى جميع المجالات الحياة عم تكون مش بس عالعاطفة لكن احنا هون مركزين عالعاطفة فتحنا عالعاطفة وكارمة يعني لا منيح برج الحوت برج الحوت والدلو طلعوا الناحي الحمد لله طيب اه في هذا الموضوع انا بشوف انه شوف يا برج الحوت ما عم يطلع اه هاي طلع اه في عندك تدرج في الموضوع شوف انت والحبيب كان بناتكم تجريح كان بناتكم اللي هو معركة متل معركة خلينا نقول يمكن المعركة اللي قلنا عنها قبل شوي اللعبة اللي قلنا عنها قبل شوي اه هاي المعركة كانت يعني عن جد اسلحة كبيرة عن جد كانت انه كتير عصبته على بعض يمكن مشاكل كانت كبيرة مش شوي ولكن هاي المشاكل اه خلينا نقول يعني بدافع الحب هاي كلها رح تنقلب لحب مثل ما انتو شايفين الكبسة دولا اه بيعبروا عن الحب يعني كل هاياتهم بعدين يعني حتى الرقم جدا حلو فعم بشوف انه الحرب بتكون اول اشي عن جد حرب بناتكم عن جد مثل مجاكرة بناتكم ما بعرف اخدوا عطا بطريقة قاسية بطريقة مش حلوة ولكن هذا كله بيقلب لحب بيقولوا ما في بعد الاش ما في مش عارفة ما في بعد الحب الا العداوة او ما في حب الا من بعد عداوة او العكس ما بعرف يعني فهيك معنا اه هلا مبين انه نفس الشي قلنا تمانية تمانية اه فا شايفيتك انت الحلم بالنسبة للطرف التاني مع انه مش مبين مع انه عم بيوصل لك اخبار غلط ولكنك انت الحلم تبعه انت مثل فارس احلامه او فتاة احلامه عم بيشوفك بالحلم بطريقة يعني خيالية عم بيتخيلك كزوج او زوجة ما عم بتخيلك يعني اشي عابر او كذا وعم بيشوف هذا الاشي بتحقق هذا الاشي يعني بلف بلف وبتحقق شايفي انك عم التواصل الروحاني عم بيكون كتير عالي بينك وبين الشريك يعني انت مش بحاجة انك تعمل التخاطر اللي هو طريقة التخاطر انت بس طمض عيونك وتتخيل الموضوع بيوصله او مجرد ما انت تفكر الطرف التاني بيفكر فيك والعكس صحيح بالقراءات العاطفية بتكون عكسية عادي لانه عامة اه شايفي انه الطرف التاني رح يصبر 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 لكن مرة واحدة رح يكون فياري ناري مرة واحدة رح خلص ينهي هاي اللعبة يزهق منها ويروح لعندك لكن هذا انا بقولك هذا مش بهاي الفترة ممكن تكون بعديها باسابيع او بعديها بايام ممكن بعديها بست ايام وست اشهر لا حرام مش ست اشهر اه يعني المهم اه بشوف هون الحب الحب كيف بتطور الحب عم بيكون اول شي من سبعة لا تمانية يعني اللي هو صغير لكبير عم يكبر الحبناتكم انتو مفكرين باوقات البعد عم تنسوا بعض انتو باوقات البعد عم بتحبوا بعض اكتر او مع الوقت شو ما كان حالتكم عم بتحبوا بعض اكتر بالنسبة للطاقات عم بتكون اه هوائية مائية ونارية طبعا عادي جدا اللي برجه ما بين او كزا يعني هاي بتصفي طاقات بس اه طيب حبايب نشوف اذا في نصيحة شو ممكن تكون هاي نصيحة لبرج الحوت لا اه كرتان تلعلك اوكا شوف واحد عادي واحد مقلوب خلينا نشوف ايش هم اه بيقولولك انك شوي مش عامل كنترول حاليا على حياتك ما بحكي عن العاطفة يعني ممكن اي اي مجال في حياتك ما عم تقدر تعمل توازن كنترول فبيقولك اعمل كنترول على حياتك انت شوف موجود هون في هذا القارب وين مشي القارب بيمشي ما عندك مشكلة يعني الظروف هي اللي عم تمشيك بيقولك انت حرك الظروف اللي حواليك مش العكس اه هون شو كان هدا الكرت هون ياريته ايجا يعني مقلوب كان احسن المعنى بيقولك هون انه في اشخاص يمكن هدول الاشخاص اه عم بيوصلوا لك امور مش صحيحة وعم تنشي عليك عم تمشي معاليك الكذبة او ال لكن هدا مش الشريك هدولا اكتر هدولا اشخاص عم بيوصلولا كلام مش صحيح يمكن يكونوا نصابين يمكن ما بعرف بس انه طلع لك الكرت مقلوب حبايبي برج الحوت بتمنى انه هدا الشهر يكون ايجابي حلو وفي شوي من أمنياتكم بشوفكم حبايبي بالقراءة الجاي مع السلامة